عايزين نتكلم مع بعض عن الأدوية اللي بتستخدم في علاج المالاريا بس تعنسي بالفرما شوية ونرجع شوية للبار علشان نعرف ازاي بيحصل الانفكشن بالمالاريا والكلام ده انتوا ان شاء الله عارفينه احسن مني الطفل اللي بيسبب مالاريا اسمه بلازموديم وفي منه اربع انواع هنفتكرهم مع بعض بسرعة البلازموديم فالسي بارم والبلازموديم مالاري والبلازموديم اوفال والبلازموديم بيفاكس حلو حلو الطفل ده بيعيشوا بيتكسر في الجد والسلايفة بتاعت ناموسا اسمها زي ما انتم عارفين الفيمين الانوفلز عن طريق البيت او العادة بتاعت الناموسا دي بتنقل للهيومن اللعاب بتاعها بالطفل اللي فيه هي عن طريق العادة بتنقل لنا اللعاب بالطفل اللي فيه اللي بيبقى في مرحلة اسمها اللسبوروزويد يبقى عرفنا مع بعض انها بتنقل لنا اللسبوروزويد واللسبوروزويد في جسم الانسان بعد على محطتين اول محطة محطة الليفر وبعد محطة الليفر محطة الدم وخصوصا الاربسيز حلو حلو عايزكم بقى تفكروني وتعرفوني الكلام اللي انتو مفروض برده عارفينه وهو ايه اللي بيحصل للسبروزويد في كل محطة من المحطتين دول طبعا هتقولولي في محطة الليفر اللسبروزويد بيتقسم ويتحول الى ميروزويد يبا هو في محطة الليفر بيدينا ميروزويد اللي هيسيب الليفر ويعدي عليه على الاربيسيز اللي هي المحطة التانية وفي المحطة التانية هيحصلله حاكتين اول حاجة هيحصلله مور ديفجين وبروليفريشن ويعدينا برضو مور ميروزويت تاني حاجة هيدينا الجاميتو سايت او هيحصل enlightenment الى ميل وفي ميل حلو حلو تعرفوا ليه في محطة الاربيسيز بيدينا مور ميروزويت لسببين أول سبب عشان بيحصل DNA و RNA replication عشان بيحصل DNA و RNA replication تاني سبب عشان في مصدر للغيزة يخلي الطفل ده عايش ألا وهو الهموغلوبين هنعتبر مع بعض ان مصدر الغيزة للطفل هنا اللي بيخليه عايش الهموغلوبين وانتو عارفين مفروض الهموغلوبين ده بيتكسر وبيديني مادة توكسك اسمها اللي هي متين يبقى الهموغلوبين مفروض بيتكسر ويدينا مادة توكسك اسمها ايه اسمها اللي هي متين المادة دي لو فضلت موجودة هتتخلصت من الطفل بس للأسف الطفل بسرعة بيحولها الى مادة ننتوكسك ألا وهي الهموزون احنا كده مفروض عارفنا صورة بسيطة او فكرة سريعة عن البلازموديم او عن المالاريا احنا بعد كده مفروض نعرف ايه مفروض نعرف اسامي الادوية وكل دواء بيشتغل ازاي وهل الدواء ده بيستخدم في العلاج بس ولا بيستخدم في العلاج والوقاية من المالاريا وبعدين نعرف السايد الفيكت بتاعت كل دواء واخيرا بختار الدواء اللي هبدأ به العلاج بناء العلية جميل جميل كده هنددتكم فكرة عامة عن الموضوع وقعدكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان سهل لكم ايه سهل لكم الدنيا طيب بمنتهى السهولة قبل ما ندخل في التفاصيل لما اسألك ايه الميكانزم بتاعت اي دواء هنقول مع بعض اول حاجة لازم تقول intentar دوا اول حاجة في الميكانزم تقول ليدواء الدواء ده بيشتغل على محطة الليفر ولا محطة لو الدواء بيشتغل على الليفر سبيه arna هو شيزونتي سايد او ليفر شيزونتي سايد طيب لو بيشتعل على محطة البلد طبيعي يسميه بلد شيزونتي سايد وحنعرفين طبعا المقطع الاخير اللي هو السايد ده يعني حاجة بتقتل حاجة بتعمل اه بتتخلص من من الطفيل وانتو فاكرين طبعا في مرحلة البلد اما هيمنع لي بتاع الدي اي او هيمسك في مادة الهيماتين السمة ويمنع تحويلها الايه الى نانتوكسي كيموزون ولما المادة السمة تزيد في جسمي يحصل لها اكيوموليشن اكيد هتعمل لي لايزيس وتكسير في الطفيل تعالوا بقى نطل في التفاصيل بتاعتنا عندنا عشر ادوية بيستخدموا في علاج الملاريا بس معلش عايزين نحفز اول خمس بالادوية بالترتيب اللي هنقوله مع بعض دلوقتي اه ولو تاخدوا بالك ان شاء الله هتلاقوا معظم الادوية اخر مقطع فيها كين اه تعالوا نعد الادوية مع بعض واحد بريما كين اتنين كولورو كين تلاتة مفلو كين اربعة كينين وخمسة الانتي فوليد دراجز اه دول اول خمسة ادوية عايزين نحفزهم مع بعض بالترتيب طيب من الخمسة الثانيين امودا كين اللي اسمه بيني وبينكو حمودة وهقول لكم ليه دلوقتي امودا كين الدواء السادس اسمه بيني وبينكو ايه حمودة والدواء السابع اسمه ارتي صانيت ارتي صانيت لو خدتوا بالكم من الدواء ده هتلاقوا المقطع اللي في النص فيه صن وصن يعني شمس الدواء ده اسمه ايه اسمه دواء الشمس وانا اعرف ليه برضو الدواء الثامن الهالة فانترين اسمه دواء هالة اسمه ايه اسمه هالة الدواء التاسع اللي يوم فانترين والدواء العشرة اللي هو عطوفة عطوفة كون طيب انا ليه بقول لكم الاسمه والاختصارات دي عشان اقول لكم ان كل او العشرة دواء دول بيستخدموا في العلاج والوقاية من المالاريا يعني بيستخدموا في التريتمنت والبروفلاكسيس وفي مالاريا معادة معادة حمودة وكين وهالة الشمس معادة حمودة وكين وهالة الشمس من هو كين ده الدواء الرابع اللي هو ايه اللي هو كينين وحمودة طبعا يعني عمودة كين اللي هو الدواء السادس وهالة اللي هي الهالة فانترين اللي هو الدواء الثامن والشمس اللي هو الدواء السابع اللي هو الارتي صاني يبقى كلهم بيستخدموا في العلاج والوقاية من المالاريا معادة حمودة وكين وهالة الشمس بيستخدموا في العلاج بس طيب ليه بقى الحمودة وكين يستخدمه في العلاج بس لان حمودة منتهى البساطة ما بيقعدش في جسمي مدة طويلة اما كين شديد شوية على ايه البروفلاكسيس وهالة طبعا بتتعب قلبي كارديو توكسيك والشمس اللي هو الارتصانيت بيتعب الليفر بتاعي يعني بيعمل لي هباتي توكسيستي وبرضو بيعمل لي بون مارو دي بريشان حلو حلو طبعا انا جمعت لكم الكلام ده هنا عشان لو شرحت كل دوعة لوحده بمنتهى السهولة وبسرعة جدا مش هنفتكر حاجة معلش بقى فكروني بقى اول خمس ادوية تاني اللي مفروض خلاص حفزتهم عشان نعرف الميكانيزم وفاكشن بالتفصيل واحد بريماكين اتنين كلوروكين تلاتة مفلوكين اربعة كينين وخمسة لانتيفوليت دراجز اول حاجة هنكتبها في الميكانيزم وفاكشن عايزك تعرف معي ان كلهم بيشتغلوا على محطة البلد معادة اول دوعة بيشتغلوا على محطة الليفر يبقى الخمس ادوية بيشتغلوا على محطة البلد معادة اول دوعة اللي هو البيريماكين بيشتغل على محطة الليفر يعني اول اه حاجة هنكتبها في الميكانيزم وفاكشن ان كلهم بلد معادة اول واحد اللي هو البيريماكين تشوش سنتي سايد واحنا عارفين ان البلازموديا موفالوفيفاكس بيفضله في طور السوبات اللي هو الدورمانتستيج يعني بيفضله نايمين في الليفر عشان كده الدواء اللي بيتخلصت من البلازموديا موفالوفوفاكس هو البريماكين عشان ايه عشان بيشتعل على محطة الليفر طيب اكتبه تاني في الميكانيزموفاكشن هتزود لي في الكولوروكوين او الكولوروكين انه بيمسك لي في مادة الهيماتين التوكسيك وبيمنع تحويلها الي ايه الانان توكسيك اموزون ده هيعمل لي اكموليشن في التوكسيك هيماتين اللي هيعمل لي ليزيس في الطفيل يعني هيتخلص لي المادة السامية هتتخلص من ايه من الطفيل طيب بالنسبة للكنين ازود في الميكانيزموفاكشن ايه زود له ان هو بيمنع لي الDNA والRNA اما الانتيفوليت بيمنعولي الDNA سينزز بيمنعولي تصنيع الدي النيه طب هو زي اصلا بيحصل لي او بيحصل تصنيع للدي النيه عندنا مادة اسمها بابا مادة اسمها ايه البابا مادة البابا بتتحول الى فوليك اسد اقول لكم الاختصارات بتاع الكلام ده في الاخر مادة البابا بتتحول لي الى فوليك اسد عن طريق انزيم اسمه اسمه دهب اس طيب وبعد كده الفوليك اسد بتتحول لي الى فولينك اسد عن طريق انزيم تاني اسمه ايه اسمه الدهفر وفولينيك أسد بيدخلي في تركيب القواعد اللي بتدخلي في تركيب الديني بيدخلي في تركيب فspeش في ديني طيب مين هم عدوية الأنتي فوليد الحدوية اللي هو sal saponamide والبيري مسامين والبروجوانيل ، والفانسيدور دول الأدوية بتوق珍؛ او ال los autologiques طيب أنت عرف السلفونيما المكنيزم بت Beauty يمنع للا انظيم الاسم له او دهب اس فبالتالي هيمنع الفوليك اسدها تصنيع الدن ايه انت عارف الذوائيين اللي اسمهم بايري مسامين والبروجوانيل يمنعوا للا انظيم التاني الا وهو الدعفر ولما لما امنع شغل الدعفر همنع تاكوين الفولينك اسود لما امنع الفولينك همنع تصنيع الدي اين ايه طيب في بقى سؤالينا ممكن يسألوا لك ليه الدواء الرابع اللي هو اسمه الفانسي دار أحسن دواء فيهم لأن المنتهى البساطة ليه تأثير مضاعف ليه حاجة اسمها Synergistic Effect لأنه مكون من Combination مكون من دوائين مع بعض ألو هما السلفادوكسين والبيريميسامين اللي بيشتعلوا على محطتين مختلفين ألو هما محطة الدهب S ومحطة الدهفة بيشتغل عليه على إنزيمين مختلفين ده منتهى البساطة إزاي بيحصل تصنيع ليه دين ايه وإزاي الأنتفولينك الأنتفوليت أسد بتمنع التصنيع ده تعالوا بقول لكم الاختصارات بسرعة بابا يعني بيتا أمينو بنزوك أسد والدهب S يعني دايهايدرو بترويت سينسيتيز ودهفر دايهايدرو فوليت ريداكتيز أنا مش عايزك تكتبلي الاختصاري الكبير داي أنا عايزك تكتبلي اللي هو بابا دهب S ودهفر داي اختصارات معترف بيها كده الحمد لله بفضل ربنا قدرنا نتصور مع بعض المالاريا وعلاجها والفكرة العامة اللي هنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر